عامل معيوم شام النسيم حيطبق عليه نفس الإجراءات الخاصة بيومي الجمعة والسبت يوم شام النسيم سيطبق عليه نفس الإجراءات الخاصة بيومي الجمعة والسبت سيتم غلق كامل للحدائق والشواطئ بالإضافة إلى ذلك سيتم إيقاف كامل لوسائل النقل العام المتهم والسكر حليل ووسائل النقل النهري وأوتوبيس الرحالات هذا ما صرح به رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بشان الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مصر حيال كورونا سيتم إيقاف في يوم الاثنين كافة وسائل النقل العام في هذا اليوم وبالتالي أنا بتكلم هنا على السكة الحديد وعلى متر الأنفاء وعلى الأوتوبيسات النقل العام وأيضا وسائل النقل النهري والحركة النهرية والأهم كمان أيضا إيقاف كل أوتوبيسات الرحالات اللي بتنتقل ما بين المحافظات أو ما بين المدن والشواطئ كما تبع رئيس مجلس الوزراء أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة تمت بشكل جيد خلال الأيام الماضية بدء في صرف المنحة اللي تم الموافقة على صرفها للعمالة الغير منتظمة والنهاردة بنشهد اليوم الأخير من أعمال الصرف وكان هناك متابعة يومية لهذا الموضوع والحمد لله مشي بأسلوب جيد جدا ويمكن أنا برضو بشكر كل القائمين على هذا الموضوع الحقيقة يمكن كانت منظومة متكاملة شاركت فيها العديد من أجهزة الدولة والحكومة عشان هدفنا نقف مع أسرنا وأهلينا اللي احنا عارفين جدا أن هم تضرروا من تدعيات فيروس كورونا لم يخفي رئيس مجلس الوزراء قلقه حيال وجود كثافات من المصريين في الشارع خلال ثلاثة أيام مضت ويجب على المواطنين تجنب الكثافات أثناء التواجد في الشارع لابد أن احنا نبقى واخدين بالنا ووعي المواطن في أن هو يبقى بقدر الإمكان يتجنب التجمعات والكثافات الكبيرة ما بيننا وما بين بعض دي النقطة المهمة جدا اللي لازم ناخد بالنا منها على المستوى الفردي والشخصي واحنا بنتحرك في الشوارع بتاعتنا صرح رئيس الوزراء بأن حجم إصابات كورونا في مصر ما زالت تتماشى مع السيناريوهات التي وضعتها الدولة وتوقعتها الأرقام اللي احنا شايفينها النهاردة في الإصابات ما زالت وماشية تبقى للمقررات والسيناريوهات اللي احنا كان الدولة من البداية يعني مقدراها واحنا الحمد لله قادرين ان احنا ماشيين على هذا المنوار وبالتالي يهمنا جدا 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 الحفاظ على ان احنا نفضل ماشيين على هذا السياق